تعال اقولك على نصيحة هتنفعك اوي وهتفيدك اوي مع ماما نونة هتدبري وهتفوفري تعالي اعملي 15 رتل فري بقى اعلى جودة بجودة الشركات جودة في منتهى الجمال شايفين الجمال والحلاوة عامل ازاي يعني حاجة بدل ما تروح تجيبي كيلو باربعين جنيه ولا جيبي ازازة باربعين ولا بخمسة واربعين ليه ما تعمليه في البيت حاجة يعني موفدة جدا والله العظيم ليكي بصوا الجمال والحلاوة عاملة ازاي مع ماما نونة قلتلك هتوفري وهتدبري عايز ازاي تخشي تتفرج على الفيديو وكل المنتجات بتاعتنا ديك متاحة في اي حتة هتش روح تشتريها في مدان الجيش يلا نصلى على رسول الله ونتفرج على الفيديو دي كل المكونات بتاعتنا بقولك مش هيكلفك يعني 15 رتل مش هيكلفك حوالي 70 جنيه اتفرج على الفيديو وهقولك الحاجات بالمقدير ومش هتضطر ان انت تعملي بيتش ولا حاجة لان هي لو حطيتي بالميزان بالزبط كل حاجة معاك هتبقى مزبوطة هنجيب كده الطبق بتاعنا وهنحط في المية وبقولك ما تنسوش اللايك ماشي او هتنسوا اللايك جبنا الطبق بتاعنا وحطينا في المية بتاعتنا انا حطى كده حوالي 12-13 رتل مية احنا هنعمل 15 رتل بقى اعلى جودة قلتلك وبقى اقل التكلفة هنحط ايه نص معلقة اديتا علشان بس لو المية تكون ملحة مثلا ولا حاجة ولا كده بتثبت المية لو معنديكش مش لازم هقلبها كده كويس وكل المكونات على فكرة مكونات بسيطة قوي هتروحي شارع الجيش هتجيبي كل حاجة من هناك هتجيبي من كل حاجة نص كيلو او من كل حاجة يا ست كيلو هتبص تلاقي نفسك بعد كده بتعملي منه بيتوفر حاجات كتير دول 50 جرام تايلوز هنحط شوية شوية لحد ما يدوبوا مننا خلص لو حطينا كلهم مرة واحدة هيكلكع مننا وهتحتاسي ومش هتعرف تعمل حاجة لا انا بنزل واحدة واحدة كده ما بقطعش الفيديو بتاعي علشان خاطر حبيب الجداد يعرفوا انا بعمله ازاي لازم ينزل شوية شوية يا جماعة علشان خاطر ما يكلكحش منك كده مع التقليب المستمر كل المكونات اكسم بالله مكونات بسيطة جدا هتعملي 15 رتلي فيري هيوفر معاك هيكفوك تول الشهر ويمكن شهرين وثلاثة كمان حسب استعمالك وحسب استخدامك في الحاجة انا كده نزلتي ب50 جرام طايلوز هتحطي بقى تاني ايه ماما نونة؟ هقولك دلوقتي هنحط ايه؟ انا بس كده بقلب كويس عشان كل حاجة في التقليب بتاخد وقتها هاجيب كده 150 جرام تكسابون 150 جرام تكسابون التكسابون ده يا جماعة بيبقى معزز رغوي يعني بيزود الرغوة بتاعت المنتج بتاعتنا هقلب بقى كده كويس طبعا عشان انا مش مدوبة في ميا ولا حاجة هياخد مني وقت بس مش وقت كبير ولا حاجة انت هتقلب كده هوك هتبصت لقيه هو فكك معاك هحط ايه تاني؟ احنا مش هنحط غير اربع مكونات اساسيين غير الريحة احطينا 50 جرام تايلوز هنحطي 150 جرام تكسابون في ناس كتيرة قوي من الدول العربية بيقولولي ايه هو التكسابون لو انتو دخلتوا على جوجل يا جماعة هتبصوا تلاقي وتكتبوا تكسابون هتلاقي الاسم بتاع البلد بتاعكم هنحط 90 جرام سودة سيلة اللي انا حطيته ده 90 جرام سودة سيلة وتحط الحاجة بالمعايير زي ما قلتلك كده انت هتبص تلاقي نفسك اصلا مش محتاجة ان انت تقيسل بي اتش ولا حاجة عشان فيه ناس بتقولي احنا ما بنعرفش نقيسل بي اتش انا حطالك الحاجة بالجرامات بالزبط اللي هي ما تقذيكيش ولا تقذي اي حد اهم حاجة التقليب المستمر هحط ايه تاني؟ هحط ربع كيلو سيلفين ربع كيلو سيلفون هي دي الحاجات الاساسية بتوعنا اللي اربع حاجات دول لو انت حسبتيها بقى مش هيكلفوكي اي حاجة هتشتغل بقى كده واقلب كويس لحد كده ما ايه ما كل حاجة تمتزك في قلب بعدها انا هنا بس ايه بنزل كده كل يعني ما بخليش حاجة في الطبق بصراحة انا عملالك خمستاشر ريتلي فيري بقى اقل التكلفة انا عايزاك لو مش مش تركة في القناة اشتركي ويا ريتك تفعل الجرد عشان يوصلك مني كل جديد وتشارين الفيديو على صفحتك الخاصة عشان يبقى عندك وتشارين كل حبيبك واخواتك علشان خاطر يستفيدوا زيك ما انت استفدت انت كمين هلليبي كده كويس اهم حاجة التقليم المستمير انا بقى كده هسيبوا شوية كده لحد ايه ما الرغوة دي اكتده خالص خمستاشر ريتلي فيري يا جماعة انت لو روحت جبت الجركن انا باستغرب الاسعار برا بجد بجد بقت حاجة مهولة يعني انما كل الحاجات دي موجودة عند بتوع المنظفات اللي بيبيعبوا الجملة هتروحي باب الشعرية او اي مكان عندك لو انت في بلد تانية ولا كده مش في الكهيرة ولا حاجة هتروحي المكان اللي هما بيبيعوا فيه الحاجات الجملة هتجيبي من كل حاجة كيلو هتخليها عندك وهتاخذي منها بالجرامات وهتبص تلاقي نفسك بتملي بيتك فعلا ده خير ده بدل ما تروحي تجيبي ده كيلو الصابون لوحده بعشرة جنيه وخماتشار جنيه دلوقتي انا هسيبه بقى كده شوية لحد ايه ما ايه ده شوية بصوا بقى تقل ازاي وبقى عامل ازاي انت مش عايزة بقى تحطي لون ولا تحطي حاجة بلاش عايزة تخليه كده آآ شفاف في ناس بتحب الصابون شفاف على فكرة خليه هنحط ايه تاني بقى هقولك هنحط ايه تاني بصوا جميل ازاي ولونه بقى شفاف او ازاي يعني لو الرغوة دي هضيت خالص بص انا بقوليك كده جبت ركل مية وهحط فيهم 100 جرام ملح 100 جرام ملح هقلب بقى كده كويس وهنزل بقى على الفيري بتاعي وهقلب كويس لحد ما تبص تلاقي بقى تقل معاك والسنك بتاعه تقل وبقى في منتال جميل بصوا هنا بقى كده ايوة كده انا بقلب وانتي بتقلب كده هو بيتقل معاك بصوا تقل ازاي وعمل ازاي لو انتي مش عايزة تحطي اي لون ولا اي حاجة خلاص ما تحطيش ما تنسيش تحطي اللايك ما تنسيش تكتبي كومنت حلو ما تنسيش تقولي عاشي ماما نونة هنا انا بجيب بس شوية مية كمان كده عشان فيه في العلبة شوية ملح اللي ببصوا بقى عامل ازاي وتقل ازاي فيه ناس بتحبوا شفاف كده خلاص خليه شفاف زي ما هو هنعمل ايه تاني هقولك بقى هنعمل ايه تاني انا جايبة كده لون اخضر وجايبة معلقة مصدف يعني نص معلقة صغيرة مصدف وجايبة نص معلقة برضو لون او يعني لو انا عندي معلقة صغيرة اصلا بعير بها معلقة يحتبر نص معلقة صغيرة هقلب بقى كده كويس اللون وهنزل به مع نص معلقة المصدف بص عامل ازاي جميل ازاي هقلب بقى كده كويس الله عالجمال بص اللون بقى جميل ازاي والصدف الصدفية بتاعته بص جميلة ازاي وحلوة ازاي والصابون كمان تقل معانا ده عايز كمان مياه دي عشرين جرام ريحة والحمد لله وخلص الفيري بتاعنا في منتهى الجميل رغوة عالية منتج عالي الجودة بجد بجد ما تشيريش بالغالي لأ ووفري ودبري وعملي كل حاجة في قلب البيت عندك بصوا بقى الجمال والحلاوة انا اسيبهولكو كده شوية لحد ما يهدى خالص كده وهورهولكو شايفين عامل ازاي والتقل بتاعه كمان عامل ازاي ايوه اقلب كده كويس اهم حاجة يا جماعة التقليب اديت الحاجة حقها في التقليب هتاخدي منتج كويس جدا شايفين عامل ازاي والجمال عامل ازاي قومي شيري الحاجات ديك وشوفي وعمليها ولو لقتيها حلوة بجد اديه دعوة حلوة من قلب شايفين عامل ازاي بصوا بقى بعد الرغوة كلها مراحت شايفين التقلي والحلاوة والجمال حاجة كده في منتهي الجمال يعني بصي 15 رتل عارفة يعني ايه 15 رتل تعمليهم لو انت بتجيبي الجيركن بيكفيك مثلا شهر ولا حاجة اللي هو الفري يدوك الاربعة كيلو شوفي انت هتكفي ده بيتك ثلاث شهور مثلا او ثلاث شهور وشوية متنسيش تشترك في القناة وتفعلك جرز وتشير الفيديو لكل حبيبك ولكل صحابك ولكل اخواتك متنسيش تكتبك كومنت حلو متنسيش اللايك تشير الفيديو لكل حبيبك متنسيش تكتبك كومنت حبيبك متنسيش تكتبك كومنت حبيبك موسيش تكتبك كومنت حبيبك